اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكي نبين متفاوتة معينة او نقارن عددين نحسب فرقهما اذا هذه تكافئ ا زائد بي ناقص زوج جذر ابي اعتذر لا تكافئ ولكن ساحسب الفرق ا زائد بي ناقص زوج جذر ابي هنا يمكن ان اكتب ا و بي على شكل مربعين لان ا و بي عددان حقيقيان موجبان اذا يمكن ان اكتب ا جذر ا اوس اثنان زائد جذر بي اوس اثنان ناقص زوج جذر ابي تساوي جذر اوس اثنان زائد جذر بي وس اثنان ناقص جذر جذر ابي متطابق هاما على شكل اكس و س اثنان زائد ايجريك و س اثنان ناقص زوج اكس في ايجريك اذا هذه هي جذر ا ناقص جذر بي الكل اوس اثنان و كما تعلمون ان اي مربع فهو عدد موجب مهما يكون مربع فانه عدد موجب وبما انه جذر ا ناقص جذر بي اوس اثنان مربع فانه موجب اذا الفرق ديال الحد الاول ناقص الحد الثاني يعني موجب اذا كان فرق عددان موجب فان الحد الاول اكبر من الحد الثاني اذا ا زائد بي اكبر او يساوي زوج جذر ابي اذا انتهينا من السؤال الاول الان سا اصحح تمريل السؤال الثاني السؤال الثاني هو استنتج لنستنتج 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 انا اذا اد بي في اذا اد سي في بي اذا اد سي اكبر او تساوي تمانية ا بي سي اذا كما بينا ان ا زائد بي اكبر او تساوي جوج جذر موربا ابي سوف يمكن ان نبينا ان ا اولا لدينا ا زائد بي اكبر او تساوي جوج جذر ابي كذلك يمكن ان نبينا ان ا زائد سي اكبر او تساوي ماذا اذا طبقنا هذه القاعدة ا زائد سي او اما بي بي سي هنا نعوض بي بي سي تعتقدنا جوج جذر السي وكذلك بي زائد سي اكبر او تساوي جوج جذر هنا عوض بي بي سي و ابي بي دوق غدي تقول لنا جوج نعوض هنا ا بي و بي بي تقول لنا جوج بي سي صبعي اذا نستنتيج وذلك بضرب طرف بطرف نستنتيج ان ا زائد ب في ا زائد سي في ب زائد سي نضرب طرف بطرف هذا 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 اكبر من اكبر او يساوي جوج جذر ابي في جوج جذر السي في جوج جذر بي سي اذا هذا سنعيد كتابته وهو اكبر من جوج 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 هي تمانية تمانية نطبق قواعد الجذور مربعة جذر ابي في جذر اصي في جذر بي سي تساوي جذر ابي في اصي في بي سي اصي 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 بي في اصي اصي بي اصي اصي اكبر او تساوي تمانية جذر مربع تمانية هذا جذر اصي اصي موجب بي موجب جذر مربع بي سي تساوي بي وجذر السويس اتنان تساوي السي. دوكت هيا القناع ان ا زائد بي في ا زائد سي في بي زائد سي اكبر او تساوي ثمانية ا بي سي. ننتقل الان الى التمرين اتنان. او تمرين اتنان افول او تمرين اتنان اكس وايجراك عددان حقيقيا موجبان قطعا قارن اكس زائد ايجراك على زوج ايجراك وجوج اكس على اكس زائد ايجراك. اذا لمقارنة العددين نحسب فرقهما. اذا تمرين اتنان لنقارن اكس زائد ايجراك على جوج ايجراك وجوج اكس على اكس زائد ايجراك. اذا قلنا القاعدة العامة وهي لمقارنة عددين او لكي نبين متفاوتة معينة يجب ان نحسب فرق العددين. اذا ساخذ اكس زائد ايجراك على زوج ايجراك. نقدرون بالدوب هذي ناقص هذي كيف كيف. غيو اسموه موحد جيه غدي القواه موجب ومنخرى القواه ساليبه. او اكس زائد ايجراك ناقص زوج اكس على اكس زائد ايجراك. تساوي نوحد المقام. المقام موحد هو جوج ايجراك في اكس زائد ايجراك. اذا هنا باش نلقاو المقام موحد جوج ايجراك في اكس زائد ايجراك سوف نضرب اكس زائد ايجراك في اكس زائد ايجراك. هي X زايد Y و 62 ناقص ندروا الناقص نضربوا هذا فهذا هي ربعة XY تساوي هذه متطابقة X زايد Y و 62 ننصرها تعطينا X و 62 زايد جوج XY زايد Y و 62 ناقص 4 XY هذا على جوج X في X زايد Y تساوي جوج XY ناقص 4 XY هي ناقص زوج XY إذن تساوي X و 62 ناقص زوج XY زايد Y و 62 على جوج X في X زايد Y تساوي هذه متطابقة ما قد نعملها تعطينا X ناقص Y الكل أس إثنان متطابقة ما التانية على جوج X في X زايد Y والآن هذا هو النتيجة دي الفرق لندرس الآن إشارة هذه النتيجة إذا كانت النتيجة موجبة فالحد الأول أكبر من الحد الثاني وإذا كانت النتيجة سالبة الحد الأول أصغر من الحد الثاني إذن سأتمم في ورقة أخرى آلو عنا ندرس هذه الإشارة عنا X زايد Y لك X ناقص Y وإثنان موجب لأنه مربع أكبر أو يساوي صفر لأنه مربع و 2X في X زايد Y كذلك موجب لماذا؟ لأن X موجب جوج X موجب X موجب وY موجب إذن X زايد Y موجب وبالتالي الجود جوج X في X زايد Y موجب إذن بما أن البسط موجب والمقام موجب فالكسر موجب إذن X ناقص Y و 2 على جوج X في جوج X في X زايد Y موجب يعني بما أن هذا الفرق موجب يعني الحد الأول أكبر من الحد الثاني يعني X زايد Y على زوج Y أكبر أو يساوي زوج X على X زايد Y راك والأحنا قارننا العددين وبالتالي انتهى التمرين الثاني الآن صارنا نرى التمرين الثالث التمرين الثالث تمرين التالي أو التمرين التالي وهو كالتالي وهذا غالبا ما يكون في الواجبات أوجد المجال الذي ينتمي إليه كل من ألف وبيط في الحالات التالية أولا القيمة المطلقة لثلاثة ألف ناقص واحد أصغر وتساوي خمسة ثانيا القيمة المطلقة لبيط زايد خمسة أكبر وتساوي سبعة ثالثا القيمة المطلقة القيمة المطلقة لاثنان ألف زايد واحد محصورة ما بين أربعة وخمسة ولا إذن نبدأ بأولا نبين أولا لنبين لنجد المجال الذي ينتمي إليه ألف بحيث بحيث ثلاثة ألف ناقص واحد أصغر وتساوي خمسة أذر ثلاثة ألف ناقص واحد أصغر وتساوي خمسة يعني ثلاثة ألف ناقص واحد محصور ما بين ناقص خمسة وخمسة القاعدة ما هي القاعدة القاعدة وهي أن إذا كان القيمة المطلقة لإكس أصغر وتساوي أ يعني إكس محصور ما بين ناقص أ وآ هلاء غادي نتبقوا هذه القاعدة هذه يعني ها هو الإكس هذا وهذا الأ إكس أصغر وساوي أ يعني إكس محصور ما بين ناقص أو أ هالأ إذن ناقص هالأ ناقص خمسة وهنا هالأ خمسة إذن نؤثر الآن ألف ألف غادي تعطينا بعدا نتخلص من ناقص واحد للتخلص من ناقص واحد يجب أن نضيف مقابله ثلاثة ألف ناقص واحد زائد واحد محصور ما بين ناقص خمسة زائد واحد وخمسة زائد واحد زنا واحد لجميع الأطراف لما نزيد فلوس نزيد لكل شي ثلاثة ألف ناقص واحد زائد واحد صفر ثلاثة ألف محصور ما بين ناقص خمسة زائد واحد هي ناقص ربعة خمسة زائد واحد هي ستة الآن نتخلص من ثلاثة للتخلص من ثلاثة نضيف بمقلوب ثلاثة واحد إلى ثلاثة أو لمقسم على ثلاثة ثلاثة ألف مقسم على ثلاثة ونناقص ربعة على ثلاثة ونناقص ستة ثلاثة. هنا ثلاثة مع ثلاثة. تمشي تبقى لنا ألفة. اختزلنا بثلاثة. هنا تبقى لنا ناقص ربعة على ثلاثة. وهنا ستة على ثلاثة هي اثنان. ذونك فولا. هو اضطرنا الفا في الحالة الاولى. الان الحالة التانية. الحالة التانية. تانيا. عنا بيتا زائد خمسة. القيمة المطلقة. اكبر او تساوي سبعة. هذه يعني بيتا. دونك هنا سنبدل القاعدة. قاعدة اخرى. وهي إذا كان القيمة المطلقة لإكس اكبر او تساوي ا. يعني هناك حالتين إما اكس اكبر او او اكس اصغر او تساوي ناقص ا. دونك هذه قاعدة مهمة. وبالتالي يجب حفظها. وحفظ جميع القواعد للتعطير والترتيب. يعني. عنا بيتا زائد خمسة. اكبر او تساوي سبعة. الولا نخلوها كما راها. الزوجة قد ينخذو هذا. بيتا زائد خمسة. اصغر او تساوي مقابل سبعة. ناقص سبعة. نشوفو هذه. اهنا ما ينسينا ما درناش المجال اللي في ينتمي إليه الفا. يعني الفا ينتمي إلى المجال. إلى المجال المغلق ناقص اربعة على ثلاثة. واثنان مغلق. غالا. اذا اهنايا. غادي نديرو بيتا اكبر او تساوي سبعة ناقص خمسة. يعني بيتا اكبر او تساوي سبعة ناقص خمسة هي اتنان. او. هاي. بيتا زائد خمسة اصغر او تساوي ناقص سبعة. يعني بيتا اصغر او تساوي ناقص صغر وتساوي ناقص 12 إذن هنا يأخذنا نخذ هذا بيطا ينتمي المجال إذن بيطا ينتمي المجال زوج زايد مالا نهاية أو عندما نقول أو يعني هناك اتحاد مجالين أو بيطا ينتمي المجال ناقص مالا نهاية ناقص مالا نهاية دق أوعيد هنا يالفوق قلنا بيطا نعود لهذه بيطا أكبر أو تساوي اتنان يعني بيطا تنتمي المجال زوج زايد مالا نهاية أو بيطا أصغر أو تساوي ناقص 12 يعني بيطا تنتمي المجال ناقص مالا نهاية ناقص 12 مغلق كبير ومن هذه نستنجو أن بيطا من الحالتين سوف نقوم باتحاد المجالين نجد أن بيطا تنتمي المجال زوج زايد مالا نهاية اتحاد ناقص مالا نهاية ناقص 12 هكذا اذا احنا القناة الى اي مجال ينتمي بيطا الان نأخذ الحالة التالية الحالة التالية وهي القيمة المطلقة لزوج الفا زايد واحد محصورة ما بين ربعة وخمسة يعني نطبق عليها القاعدة ما هي القاعدة القاعدة تقول ألور اكس ولا ا قيمة المطلقة لأ محصورة ما بين اكس وي يعني ا محصورة ما بين اكس وي او ا محصورة ما بين ناقص اي وناقص اكس اه لاش لان هنا اه لا بغيت انبرهنها ا ا القيمة المطلقة لأ محصورة ما بين اكس وي اذا القيمة المطلقة لأ هناك حالتين اذا كان ا موجب في القيمة المطلقة لأ تساوي ا محصورة ما بين يبقى نهادو نخليهم كما راهم او القيمة المطلقة لأ محصورة ما بين اكس وي يعني هنا اذا كان الحالة التانية ا ساليبة تعطلنا ناقص ا محصورة ما بين اكس وي محصورة ما بين اربعة وخمسة او او زوج الفة زائد واحد هنا لما بغينا نغيروش كما درنا في البرهان هنا درنا ناقص ا عادو قلبنا نديرو ديركت زوج الفة زائد واحد محصور ما بين ناقص خمسة نديروها منا وناقص اربعة منا اذا كان لادرنا ناقص اربعة ناقص خمسة ناقص اربعة ليست اصغر من ناقص خمسة يجبنا نقلبه اذا انا سنطر ذروك نتخلص زائد واحد هي زوج الفة زائد واحد ناقص واحد محصورة ما بين اربعة ناقص واحد وخمسة ناقص واحد اي زوج الفة محصورة ما بين تلاتة وهنا اربعة الفة ضروق يقسم على زوج زوج الفة على زوج وهنا تلاتة على زوج وهنا اربعة على زوج اي الفة محصورة ما بين تلاتة على زوج واثنان هالحالة اللولة الحالة التانية سنرى زوج ألفا زائد واحد ناقص واحد محصورة ما بين ناقص خمسة ناقص واحد ناقص أربعة ناقص واحد تعطينا زوج ألفا محصورة ما بين ناقص ستا وناقص خمسة إذن ألفا زوج ألفا على زوج نقسمه على زوج باش نتخلصهم الزوج تا ألفا هنا ناقص ستا على زوج وناقص خمسة على زوج هنا تعطينا ألفا محصورة ما بين ناقص ثلاثة وناقص خمسة على زوج نرى المجال الذي ينتمي إليه كل من ألفا في الحالتين هنا ألفا ينتمي المجال ثلاثة على زوج زوج وناق ألفا ينتمي المجال ناقص ثلاثة ناقص خمسة على زوج إذن إذا وحدنا المجال لنجد أن ألفا تنتمي المجال ناقص ثلاثة ناقص خمسة على زوج اتحاد المجال ثلاثة على زوج وزوج هنا المجال الذي ينتمي إليه ألفا في الحالة التالية هنا طلع شوية لتابع هنا قلنا ألفا ينتمي المجال هنا ناقص ثلاثة ناقص خمسة على زوج وهنا ألفا ينتمي المجال ثلاثة على زوج إذن نوحد المقامين المجالين نجد أن ألفا تنتمي إلى المجال ناقص ثلاثة ناقص خمسة على زوج اتحاد ثلاثة على زوج وزوج انتهينا من هذه التمارين إلى حصة أخرى إن شاء الله ولا تنسوا الضغط على اللايك وأبني إن كنتم غير مشتركين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى قاتل ناقص فخار ؟ رحمة الله وبركاته